موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بحول الله تعالى عن الجنرال توفيق من العلبة السوداء إلى العصابة لا يوجد شخص أثار الجدل بغموضه ورحيله وسجنه مثل الجنرال توفيق الجنرال توفيق لف نفسه بوحد الغموض وأكثر من ساهم في الترويج له هم الذين يعارضونه حيث حولوه إلى رب تزاير والعياذ بالله كما يقولون بل هناك من قال بأنه توفيق قال بنفسه أنه رب تزاير وهذا لم يحدث لسنا هنا في صدد الدفاع عن توفيق ولا لكي نتحدث عن مساره الذي صار يعرفه الناس وسال الحبر الكثير فيه وتكلم فيه الكثيرون في ظل هذا الفضاء المفتور ولكن أنا أردت أن أقول شيء مهم أن الجنرال توفيق عمره مكان جناح وعمره مصنع جناح هو دائما في خدمة جناح معين هو دائما في خدمة الرئيس عمره مصنع جناح ضد الرئيس والذي يقول غير هذا فهو فهو إما لا يعرف أو جاهل أو يكذب أو شيء من هذا القبيل توفيق كان وفي للشادلي ثم وفي لكل المراحل التي جاءت هذه الحقيقة وليست مدحا فيه إذن عمره ما يدخل صار جناح وعمره توفيق ما كان تصادمي دائما يحب أن يعيش في الظلم ويحب أن يعيش بعيدا عن المواجهات هذه هي الحقيقة وأنا عايشت عدة أمور من هذا النوع حيث أن توفيق يرسل ضباطه إلى بعض الناس الذين أرادوا ملاحقته في الخارج أو لديهم قضايا وكانوا دائما يقولونهم أبعدوا توفيقه وعملوا ما تريدوا المهم ليس هذا الموضوع إذن توفيق عمره مكان جناح وعمره مكان جناح ضد بوتفليقة كما يتوه لكنه في مرحلة معينة كان ضمن العلبة السوداء العلبة السوداء التي كان فيها خالد نزار وتواتي والعماري وعربي بالخير كان أحد بيادق هذه العلبة لضباط فرنسا وللأسف أن توفيق محمد مدين لم يكن يوما من ضباط فرنسا بل أنه كان مجاهد في الثورة الجزائرية هذه الحقيقة ولكنه كان في خدمة ضباطه وخدمهم كثيرا ضباط فرنسا ولم يتصد لهم ولم يقف ضدهم لأنه بطبعه لا يحب المواجهة ويتفدها بقدر ممكن يريد أن تمر الأعمال تحت الطاولة بل أنه حتى لم يستطع حماية ضباطه سعيد بوتفليقة عندما التقى معاه وأحكى معاه أعرف السعيد بوتفليقة كان يخاف من توفيق من بعيد كان له بعبة لكن بعد ما التقاه وجلس معاه بعد مباشرة بدأ يوجه له الضربات ضباط أكثر من خمسين ضابط سامي كانوا من دوائر أقر لي صنعتهم الدياراس تمت إحالتهم على التقاعد بدأ ينحيل قضاء فطرة سعيد بوتفليقة هو يقطع في جناح توفيق وتوفيق لم يتحرك أسرع حتى نهار لي مشال التقاعد وأذكر أنني قبل ما يتقاعد مريت في ذاعة مونتي كارل وشاركت فيها بمكالمة هاتفية وثم أعلنت بأن توفيق سيذهب إلى التقاعد خلال الفطرة أعملون على تخرج توفيق من الباب الضيق ولكن ها استراتيجية يعني استراتيجية غير موفقة لأنه يعني الجميع هبى لمساندته وهذه مساندة إعلامية ولكن على مستوى الجهاز ماذا سيفعل فماذا سيفعل جهاز المخابرات الآن هذا هو سؤال وجنيرا توفيق رجال وأقرب المقربين منه في الجهاز تم إحالتهم على التقاعد وإبعادهم من الجهاز وتم التلاعب في كثير من الأمور لأن ماذا سيفعل توفيق هذا هو السؤال مهم لن يفعل شيء وأنا أجدم لك أنه سيخرج إلى التقاعد أنا أجدم لك أنه سيخرج إلى التقاعد هل معنى أنه هو الذي حدث بالفعل رغم أنه لما أنا ذاك نشرت ذلك الفيديو هاجمني كثيرونه كيف رح يمشي للتقاعد هو رب تزاير وكذا وكذا وكما من هذه الأمور المهم أنه قصلوا جنحيه بسوء بسوء وبعد لما جال التقاعد عيط له ويحيى قال له مون جنيرال قال له رايح للتقاعد راح لما حويجه وراح قاعد في داره حتى أن عمار سعداني الأمين العام السابق لجبهة التحرير واللي كان رئيس للبرلمان عندما هاجم ذلك الهجوم الشهير أو تهجم ذلك الهجوم الشهير على توفيق معلومات وصلتني من دوائر مقربة منه أنه في تلك الليلة ما باتش في داره كان خايف ومرعوب وكان ينتظر أنه الدياراسي حوسوا عليه الزهر الحبس كي مرت تلك الليلة ما صرع والو زاد رفع من سقف هجماته على توفيق أدرك بأن توفيق لا يعني شيئا ووسائل إعلام أنه هكذا فجأة صارت تهاجم توفيق ولم يتحرك آل بوتفليقة من طبعهم أنهم يرموا واحد يرموه أولا ما يقبلوش أنه يستقيل عمرهم لا يقبلوا واحد يستقيل لما كانوا مسؤولين يروحوا لبوتفليقة يقولوا راح نستقيل يربطل عليهم ويزهيهم ويفرحهم وكذا 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 ويقول لهم ما يخسكم حتى شيء شيء اللي تطلبوه كذا كذا لأنه ما يحبش واحد يستقيل هو يرجع يمارس مهامه ينسى ينسى حكاية الاستقالة مدى مزامانية ويصرف هو إقالته لذلك يجمعك متفليقة ينحوا الناس ويعاود يرجعهم وشفناه واش كانوا يديروا مع أحمد ويحيى وغيره فتوفيق عاود استعادوا سعيد فطرة معينة وحطوا في واحد الفيل لا أعتقد في الدويرة الدويرة ودار له مكتب هناك وشبه مستشار في ذلك هذه التغييرات اللي حدثها بوتفليقة بعد مرجع من فرنسا في رحلة العليل المهم وأسقط ببوتفليقة كثير ونذكر منهم العقيد فوزي اللي كان ماسك الصحافة وكثير من الأمو وكثير من المسؤولين تمت إحالتهم على التقاعد واحدة طريقة لم تحدث في تاريخ المخابرات الجزائرية توفيق لم يتصدى لهم ولم يتحرق وكان ذلك وكانوا يقوموا بذلك الفعل وهم خايفين من وهو ما تحرك حتى رجع حتى كي جابوا عاود السعيد بوتفليقة رجعوا رجعوا كمستشار لي مباشرة ما يقعد مارس المهامه ولا في خدمة العصادة توفيق لم يفتح توفيق كان شرس من خلال الأوامر التي تعطى للدياراس في قضايا الإرهاب كانت ناس تعرضت للتعذيب الشديد في سجون وهون ومعتقلات الجزائر ما كي الناس ماتوا تحت التعذيب كي اغتياليها كي ملفات كثيرة من المفروض نتابع بها توفيق هذه الاغتيالات اغتيال بغياف واغتيالات حتى ضباط وجنيرالات تم اغتيالهم بطرق غريبة وعجيبة ولم يفتح أي ملف الملف الوحيد الذي فتح التوفيق وتم سجنه هي قضية المؤامر توفيق في ذلك الوقت أنا قلت لكم كان شبه مستشار للسعي البتفلق اجتمعوا وبدأوا خططوا علاش لما حسوا شعاروا تأكدوا أن القيد صالح ما يمشيش معهم في قضايا ضد الحركة الشعب في مشروعهم للالتفاف على الحركة الشعبي وإنهاءه وقضية المجلس الرئاسي والاتفاقية هذا القيد صالح القفلهم في الطريق هناك معلومات تقول القيد صالح أنه كان مؤيد للعهدى الرابعة حقيقة ويقول هناك أنا سمعت سعيد بتفليقة بوذني يحكي إلى صديق أمامي بالتليفون قالوا بأنه القيد صالح هو اللي فرض علينا العهدى الخامس المهم العهدى على الراوي هو ربما ربما صحيح ربما راهي برر فقط السقطة اللي سقطوها والورطة اللي تورطوا فيها لأنه كما لاحظنا في ذلك اليوم عندما اجتمع أويحيا وعمار بن يونس وعمار هول واجمع هذا كانت على فلان بوشوارب واجتمعوا وأعلنوا العهدى الخامسة كانت ملامح الخوف وملامح عدم الراحة كانت بادية على أويحيا يبدو أن المعلومات المتوفرة أنهم داروها فقط في ذلك الوقت بأنهم داروها فوق قلوبهم أو شيء من هذا القبيل يلداروها بأمر من السعيد بوتفليقة والسعيد هاوي يقول القيد صالح اللي أمرني لذلك أنهم لما تيقنوا أن القيد صالح ضدهم وما راح يمشيش معهم في اللعبة هذه كانت اجتمعوا وخططوا تلك الخطة اللي معروفة وخطة باش يسقطوا القيد صالح وبعد ذلك يستحوذوا عن المؤسسة العسكرية لأن القيد صالح كان هو القائد القوي في المؤسسة العسكرية ما كانش واحد يستطيع أنه يقول لا للقيد صالح لذلك شكل لهم عقبة كان هدفهم استعادة المؤسسة العسكرية مثل ما فعلوا قبل في بداية التسعينات عندما كانوا مهيمنين على المؤسسة العسكرية واستعملوها في تلك الحرب القادرة التي سقط فيها ربع مليون جزائر وحدث ما حدث نفس الشيء كانت محاملة لذلك اعتبرها القيد صالح مؤامرة لأنها حقيقة كانت مؤامرة ضد الجيش وليست ضد القيد صالح القيد صالح بصفته كان كما نقول الجدار الذي يقف في طريقهم لذلك لازم نحوه نعرف قصة إقالته وما حدث فيها في ذلك الوقت الآن لما جاد القيادة الجديدة وشفنا بعد وفاة القيد صالح كيف حدث الانقلاب على مسار القيد صالح لذلك صار توفيق ضحية القيد صالح في نظر القادة الجدد وفي مقدمتهم شنغريحة توفيق ضحية القيد صالح ترطاق ضحية القيد صالح أرحلوزة حنون ضحية القيد صالح خالد نزار الذي استعدوه ورجعوه للجزائر ضحية القيد صالح وحدث ما حدث وشفنا كيفش الأمور أمشت إذن توفيق كان قبل في خدمة العلبة السوداء التي هيمنت على البلاد وداتها في ستين دهية ودخلتها في حرب أهلية دامية يعني لو نحقق اجتماعيا في الأضرار التي تسببت فيها تلك الحرب لعائلات الجزائرية ما كفان هذا المقام بعد ذلك جاء في خدمة العصابة على مدار الفطرة والعصابة تهيمن على المال العام تهيمن على دوليب السلطة تهيمن على كل شيء وتوفيق يتفرج ويساعدها في هذا الأمر هذه نقطة أخرى حاول أن يكون مساعد للعصابة كي تنقذ نفسها بعد اندلاع الحراك الشعبي وتلك الثورة العالمة ضد نظام بوتفليقة التي بدأت بمطالبة بنهاية العهد الخامسة ثم تطور الأمر إلى رحيل النظام وسقوطه برمتي وهذا دايدا دائما الثورات الشعبية التي تنطلق بسقف بسيط في مطالبها وبعد ذلك ترفع من سقف المطالب في ظل حمى حمى الإعلام وحمى الشارع وحمى الخطاب السياسي الذي فيه أطراف أو بلا أدنى شك يخدمون أجندات خفية تريد أن تستثمر ما يحدث وتحقق به ما تريد كل المعطيات تتحدث بأن الذي سيجري هو توجه السلطات نحو إسقاط هذه الدعوة ومحاولة إظهار أن القيد صالح ظالم ومتسلط وأنه ظلم هؤلاء وزج بهم في مؤامرة مزعومة وما إلى ذلك لأن المسار القائم الآن هو مسار الإنقلاب الفعلي على مسار القيد صالح وهذا شفنا عودة خالد نزار إطلاق صلاح ضباط سامون كانوا متهمين بالفساد دخلهم للسجن وخرجوهم وما يحدث أيضا من هذه العودة القوية لشنغريحة في ظل مرض الرئيس تبون وحتى عودة المعطيات تتحدث على أن الاجتماعات التي وقعت في المؤسسة العسكرية لرسم خارطة ما بعد تبون وما إلى ذلك من هذه المعطيات توحي كلها أن مسار الإنقلاب على القيد صالح قائم ومسار الإنقلاب على الحراك الشعبي أيضا مستمر وبقوة ولم يعد أمامهم الآن ولم يبقى أمامهم الآن إلا عبد المجيد تبون الذي أعادوه من أجل توقيع قانون المالية وشفت أن قانون المالية تم نشره في الجريدة الرسمية قبل حتى أن يوقعه الرئيس ولا يمكن أن تتوقف مصالح الدولة من أجل هذا الرئيس الذي لم يتم بعد الإجراء للمتخذ قانونا في ظل مرضه وإصابته التي أودت به إلى ونقلته إلى ألمانيا على مدار أكثر من شهرين لذلك كل الاحتمالات قائمة أنه لما أرجع وقع لهم على قانون المالية وقع لهم أيضا على الدستور الآن في يدهم واق طويل خطته كما يحب مثل ما حدث من قبل مع اليمين زروال الذي من المفروض استقال نهائيا ونجأت السلطة أنذاك إلى بمعزاء الذي كان رئيس مجلس الأمة وكان في زيارة إلى موسكو جابوه وكانت عنده علاقة طيبة معاه وراحوا أقنع أنها تكون استقالة مؤجلة وأعلن حينها على قرار أنذاك انتخابات رئاسية مسبقة وكانت أيضا عملية غير دستورية فقط لأعطى الفرصة للعصابة كي تحذر نفسها وتحذر إلى خطة معينة وبذلك جلبوا بتفليقة وبقي في الحكم مدار عشرين عام خدموا به نهبوا به المال العام وكذا 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 الآن هذه العصابة استعادت نفسها ونفسها بطريقة أخرى هي تريد الآن ضبط أمور النظام وبيت النظام وإستقراره ثم بعد ذلك التخلص من تبون بطريقة إما استقالته أو إقالته أو شيء من هذا القبيل وتبدأ يبدأ مشوار نعم مشوار العصابة الجديدة التي تشكلت في الجزائر ورأس حربتها هم بين قوسين سقور المؤسسة العسكرية الذين عادوا بقوة وهو ما تؤكده محاكمة آكمة والأحكام الجنرال تفيق هذا ديدنه من الخادم الوفي المطيع للعلب السوداء ثم بعد ذلك من خادم وفي المطيع إلى عصابة البتفليقة وسيعود بقوة أيضا لخدمة عصابة جديدة تتشكلت في إطار منهج وديدن النظام الحاكم في الجزائر الذي دائما يسير وفق علب تتشكل وعصابات تتشكل أيضا وتخلف بعضها بعضا في خدمة دوائر صغيرة في الداخل التي بدورها تخدم دوائر كبرى في الخارج وهذه الدوائر هي التي توحي دائما لهذه المجموعات كيفية صناعة القرار لذلك عندما تحدث الرئيس الفرنسي ماكرون عن شجاعة الرئيس في مرحلة انتقالية هؤلاء لا يتحدثون من فرار فالمرحلة الانتقالية بدت وشجاعته ظهرت عندما ساهم مساهم فعالة في هذه المسرحية البائسة التي تحول فيها إلى مجرد ظل للفريق سعيد جنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشام ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد